اهلا بكم في هذا الاسبوع نبدأ جولة الاخبار من الرباط حيث استهل السفير الفرنسي الجديد المعتمد لدى المملكة كريستوف لوكورتي مهمه رسميا ووصل لوكورتي الاثنين الى المملكة حيث كان في استقباله فريق من السفارة الفرنسية ويعول على السفير الجديد في اعادة احياء التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا لا سيما في الشق المتعلق بالاستثمارات الفرنسية بالمملكة ودول جديدة تستفيد من التأشيرة الالكترونية اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ادراج كل من الاردن والهند وغواتيمالا واذريبيجان ضمن قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من التأشيرة الالكترونية بناء على جنسيتهم ويأتي هذا القرار بعد ستة اشهر من اطلاق التأشيرة الالكترونية انسجاما مع توجهات الحكومة المغربية لدعم قطاع السياحة الوطنية وللترويج للمغرب كوجهة مميزة للسياحة والاعمال و2022 سنة انجازات اقتصادية واجتماعية رغم الاكرهات هذا ما اكده رئيس الحكومة عزيز اخ النوش الخميس بالمجلس الحكومي واضاف اخ النوش ان 2022 لم تكن سنة يسيرة بل حفتها عدة تحديات مشيرا الى انه بفضل التوجيهات الملكية السامية والرغبة القوية للحكومة ولمختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تحقق النجاح في تجاوز مخلفات الازمة وفي الحفاظ على جو من الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين ومصاطر جديدة لابرام السفقات العمومية صدق مجلس الحكومة لهذا الاسبوع على مشروع مرسوم يتعلق بالسفقات العمومية وحسب نص المرسوم يمكن اعتماد نظام موحد للسفقات العمومية من توفير رؤية اكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين ويهدف النص ايضا الى دعم القيمة المضافة المحلية عبر تثمين المنتوجات المغربية المنشأ وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وانعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإلى تمديد الطوارئ الصحية قرر المجلس الحكومي تمديد مدة سرايان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني ويطبق القرار ابتداء من 31 دجنبر الى 31 يناير 2023 في اطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومزيد من التخصصات بالخدمات العسكرية تشهد تجربة الخدمة العسكرية برسم سنة 2023 اضافة تخصصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل الوطنية واكد الكاتب العام بمديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية بمناسبة انطلاق عملية الاحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية لسنة 2023 ان هذه الاخيرة تعد فرصة متميزة تعزز ولوج الشباب الى سوق الشغل في القطاعين العام والخاص ورد رسمي من الكاف يحسم مشاركة المغرب في الشان قال فوزي لقجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان المغرب ينتظر ردا رسميا من الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم بشأن ترخيص نزول طائرة الخطوط الملكية المغربية بمدينة قسنطين الجزائرية من أجل الحسم في مشاركة المنتخب المغربي في منافسات بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين شان 2023 وعضف القجاع خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أن دفتر تحملات البلد المنظم ينص على تقديم كافة التسهيلات للدول المتأهلة من أجل المشاركة في التظاهرة شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر